أنا بس أريد أن أقول الحالة محمد عبد المنعم إيه رأيك في الناس لما أقولك أنه مغرور أو وصك من نفسه زيادة لا هي الثقة بالنفس غرور أيوة يعني أنا مش فاهم يعني لا بس جاءت فترة يا كريم عفروضت بس جاءت فترة يا كريم لا ما كانش مركز أنا أتكلم بكل صراحة ده محمد عبد المنعم بتعكس الأمم صح ولا ما الصح لكن في فترة أنا يعني بص أولي لما تلاقي مدافع تحس به في الملعب بمعنى صح صح يعني أنا دلوقتي أم يكون عندي مدافع تيجي بعد كل ماتش تقول ده كان أحسن لايب في الماتش تعرف أنه هو ده حاجة جدرى جدا أقول لك رأيي أقول لك رأيي في كسة محمد عبد المنعم أعتقد كابتن عفروضت وشايفها إحنا مش متعودين على المدافع اللي عنده سكرة في نفسه يطلع الكرة بمزاج لو تحت ضغط بيعرف يطلع الكرة كويس واصل في إمكانيات فعامتا المدافعين دول في العالم عندهم بعض الأخطاء الكارثية طبعا بعد 100 كرة حلوة يقول لك إيه الحق ده مغرور المدافع اللي عنده سكرة في نفسه ده اللي بيعرف في طلع الكرة صح طبعا عنده غلطة في النساء براهيم سعيد يعني عشان نكمل بس الموضوع بتاعنا هي السكة بالنفس دي غرور هو اللاعب لو ما عنديه أنا لو ما عنديه السكة أصلاً مش هلعب كرة مش أخد الكرة عد واحد ضد واحد بس عفروضتو أنا بتكلم في نقطة أحيانا المدافع اللي بيتفش ويقول لك ما أبدأ السلامة أنا بتكلم في نقطة يا كريم أنا عايزة أوصلها لك بس هو لأ هو عنديه سكة بالنفسه كبيرة جداً ودي أي حد يتمناها بس يوم الدربين مش هتحبه جداً اللهم ما يحبوش لعبتو الكرة تمام؟ بس أنا بتكلم في الوقت إن انت سكتك بالنفسك كبيرة قوي لازم تركيز جامد قوي لإني أنا دلوقتي معلش أنا لو بيجيلك الكرة هتطفش خلاص أنت هتطلع على الكرة ملاكز مش ملاكز لكن أنا لأ أنا كل كرة أنا كلعيب كرة لازم أبقى مركز في مليون في الماء لكن عبد منعم باستثناء آخر فترة دي كان شوية لأ مش داع عبد منعم اللي هو دلوقتي إيه وصح انت فاهم أصدف التحمات بالذات كان بيغط ورا الفرقة كلها بيغطوا الكرة زي ما أنت شاهدت قاله كان مطش يكلم باله هو دا ما يتكلم فيه لكن لا سكت بنفسه لا أمحمد عبد منعم حاجة خامة محترمة يا ربي ليفضل تركيزه زي ما هو كده هيفرق معه وكمان شخصيا صحيح